من جهته أكد القاضي المتقاعد رزقار أمين أن المحكمة الاتحادية لا علاقة لها بقرارات تتعلق بقانون الانتخابات أو راتب موظفي إقليم كردستان وهي تتجاوز صلاحياتها وأن مثل هذه القرارات تعمل على تهميش دور حكومة إقليم كردستان واعتبر القاضي رزقار أمين إصدار المحكمة الاتحادية قانونا يتعلق بانتخابات إقليم كردستان تجاوزا مشيرا إلى أنه من حق المحكمة إذا وجدت أمرا غير دستوري أن تكتفي بالقول أن هذا النص غير دستوري ويمكن إلغاءه لكن لا تأتي المحكمة بنص بديل فهذا ليس من حقها لأن هذا تشريع وليس من اختصاصها أن تشرع قانون يتعلق بالانتخابات سواء في إقليم كردستان أو بقية مناطق العراق التشريع من اختصاص البرلمان مؤكدا أن المحكمة الاتحادية لا علاقة لها بقانون الانتخابات ولا دخل لها برسم قانون خاص بالانتخابات سواء في العراق أو في إقليم كردستان فهذا اختصاص البرلمان